عبدالفتاح السيسي فيه أسوأ أزمة يمر بها منذ سنوات طويل الأزمة دي مش بس ليه علاقة بدولة الاحتلال مش بس ليه علاقة بقصة الإرهاب اللي هو لأنه زي ما قلت لك لو حاول يسدها بقصة الإرهاب فمعنى كده أن كلامه الفترة الأخيرة أن الإرهاب خلص ومش خلص وأن الولد ليه علاقة بالإرهاب فلبس في الحيط فمعنى كده أنه كذب لو حاول يعملها في الإخوان فهو طلع قال من فترة أنه أضع على الإخوان وقواعد الإخوان فمعنى كده أن الإخوان متغلغلين جوا الجيش والشرطة فيطلع كذاب لو قال إن الولد ده عنده انتماءات ومش انتماءات فده بيطعن في شرف العسكرية عنده وفي قدراته الأمنية والاستخباراتية في التدقيق والسماح لمثل هؤلاء بالدخول للمؤسسة العسكرية والأمنية بالتالي دخل الأمني في قلب المؤسسة العسكرية والأمنية ودي مشكلة كبيرة جدا عند عبد الفتاح السيسي هتفقده الثقة لدى القواعد اللي عنده هتفقده الثقة في قياداته الموجود لأنه ده راجل عنده هوس كبير جدا كويس؟ طيب النقطة اللي بعد كده كمان لو إنه خرج الولد مختل عقليا ومريض نفسيا فده الحقيقة هيطعن في كل الناس اللي وقفة عنده برضو على الحدود يعني ما هو أنت طب إيه ضمننا أن كل الناس الموجودة دي ما تتشجعش بقى وتعمل زي محمد صلاح طالما هتطلعوهم مرضى نفسي فدي مشكلة دي مشكلة كبيرة جدا 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 عبد الفتاح السيسي عنده أزمة في إعلامه الإعلام المعرض ده هيطلع يتكلم تاني بأنه وش الناس اللي خلاص ما كانتش بتفرج عليهم ولا بتشوفهم واعملوا لي أنا عندي قائرة الإخبارية أنا عندي أكسرا نيوز أنا عندي مش عارف مين جاتكو خيبة عليكو على قنواتكو وعلى أحمر الطهري وعلى اللي مشغلينهم يا جماعة جاتكو خيبة والله إلا محد بل رئنا ده قائرة الإخبارية في عز الأزمة كان بعملالي فيديو عن أكبر ديناصور في العالم يعني إعلام خلاص إعلام منقرد زي الديناصورات اللي انقردت اللي بيعملوا عليها التقارير دي إنتوا إعلام منقرد ما لكوش لا في صحافة ولا في إعلام